أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن رياضة فنون القتال المختلط البحرينية تسير بخطة ثابتة نحو التطور والتقدم بفضل الإستراتيجية الموفقة التي يتبعها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة والتي ضمنت للبحرين تحقيق انجازات متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي وقال سموه أصدر الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة تصنيفه العالمي وجاءت مملكة البحرين متصديرة لقائمة الدول العالمية بفضل ما حققته اللعبة من تطور ونمى والعمل الكبير والاحترافي الذي قام به سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وأضاف سموه أن إنجازات أبطال المملكة برزت من خلال تحقيق المركز الأول في النسخة الثالثة لبطولة أفريقيا المفتوحة للهوى لفنون القتال المختلطة وإحراز المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة المركز الثاني في النسخة الثانية لبطولة آسيا المفتوحة للهوى لفنون القتال المختلطة الأمر الذي ساهم في تصدر البحرين لقائمة الدول العالمية في اللعبة وتأكيد نجاحاتها على المستوى العالمي باعتبارها مقصدا لهذه الرياضة وموطينها في الشرق الأوسط وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن رياضة فنون القتال المختلطة تسير على الطريق الصحيح وأن الجهود الجبارة والعمل الاحترافي من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ستجعل من فنون القتال المختلطة البحرينية رقما صعبا على المستوى واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة صريحه بالإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها مقاتلو مملكة البحرين وحرصهم على تحقيق الإنجازات والمراكز الأولى في مختلف البطولات ورفع اسم وعلم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل متمنيا لمنظومة العمل الإداري والفني في لعبة فنون القتال المختلطة تحقيق المزيد من الإنجازات والمراكز المتقدمة تحقيق المزيد من الإنجازات والمراكز المتقدمة